قدمتني أنا الألقاب ما أحبها ليش قلتلك إذا تقبل ألقبك؟ نعم لا لا أنا الألقاب يعني ما أقبلها وهذه الحقيقة يعني سنة التسعة وثمانين أنا رحت للقاهرة دا أنفذ ألبوم محتاجكم فلقبوني هناك بمجلة الكواكب وعدة صحف يعني مصرية سموني العندليب الأشقر الفنان العراقي محمود أنور قلت لهم ما أحب الألقاب ولحد الآن الحمد لله أنا الفنان محمود أنور يكفيني هذا شنو السبب؟ ليش ما تفعل؟ لا لا خلق يعني هي ناس حبتك أنت محمود أنور هاللقب هذا شنو شنو علاقته؟ هو مو مسألة وظيفية يعني هم حطوا تسميات كثيرة لفنانين هو الفنان حسب رأيه هو حسب قناعة بس أنا أشوف يعني كل الفنانين أشوفه بإسمه أي فنان اللي قاله سلطان الطرب أنا أشوفه جورج وسوف ما أشوفه السلطان واللي قاله الملكة أشوف أحلام وإذا قاله شمس الأغنية فأنا أشوفه نجوة كرم فأني قناعتي أنه هذه التسميات بعيدة عن اسم الفنان نفسه حقيقي نرحب بك أجمل ترحي فيه برنامج رأيان ميكس حبيبية أحكي لنا شوي عن محمود أنور يعني ما يحتاج أن أحكي معروفة محمود أنور يعني مو من اليوم والبارحة فاللي أحكي عن نفسي أنه الجمهور يعرفه يعني ما عندي شيء أحكي عن نفسي الحقيقي طبعا زين عندك شيء جمهون ما يعرفه؟ وحتماً أكون خصوصيات كل فنان عنده خصوصيات ما يعرفه جمهور بس هذا ما كثيرة شخصية هذه ما لا علاقة بالمجال نفسي الفني وبالمجال الفني ماكو شي جديد لا حالياً أكو عندي يعني موجودة حوالي ستة أعمال جديدة توقفت لأنه هذه زيارتي الحقيقة صارت عندي شوي أزمة صحية تحسف صار عندي أشكرك يعني هذا التحسف شوي أثر علي فأخر موضوع أنه أدخل صوتي التنفيذ الموسيقى تم لكن ندخل صوتي بعد